معركة قانونية يخوضها محام مصري لإدراج حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية تجدد الجدل حول دوره في لبنان والمنطقة ومدى تدخله في الشأن الداخلي لدولها أحكام سابقة من محاكمة مصرية بإدانة عناصر من حزب الله لقيامها بأعمال عدائية استهدفت الأمن المصري أساس استند إليه بلاغ للنائب العام يسعى مقدمه إلى تقديم عناصر الجناح العسكري للحزب وقياداته للمحاكمة فكيف ينظر القانونيون إلى هذا الحرك؟ هذا البلاغ يتطفق مع صحيح القانون الواقع لأنه اليوم عندي العناصر الإرهابية تم إثبات تورطهم في بعض العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة وأنه هو صدر العديد من الأحكام بالإدانة على 26 متهم من الجناح العسكري لحزب الله وبعقوبات متفوتة تبدأ بعقوبة السجن المؤبد على أربعة من كيادات الجناح الأثار المترتبة على صدور ذلك الحكم بالنسبة للكيانات الإرهابية حظر الكيان الإرهابي نفسه ووقف نشاطه غلق الأمكنة المخصصة لهم وحظر تمويل أو جمع الأموال وتجميد الأموال المملوكة للكيان نفسه أما بالنسبة بقى للإرهابيين الإدراج على قوائم المنع من السفر وتركب الوصول الدعوة القانونية لإدراج حزب الله كمنظمة إرهابية تزيد من حالة الجدل في المجتمع المصري حول الدور الذي يقوم به الحزب في لبنان ودول عربية أخرى وارتباطه بالتدخلات الإيرانية في شؤون هذه الدول عندما تحول الحزب من حزب لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي إلى حزب يتدخر في أشيون الداخلية للدول العربية مشاركته في الحرب الداخلية السورية اعتراف بإرسال ما سمي بالمستشعين العسكريين للعراق اتهام الحزب بالتدخل العسكري في البحرين وفي اليمن وغيرها أيضا حتى هناك قضية في مصر وهو إرسال حزب الله لبعض عناصره أثناء سورة 25 يناير كل هذا فيعتقادي غير مقبول ومرفوض وبرغم أحكام الإدانة السابقة من القضاء لم يتغير الموقف الرسمي الذي لا يرغب في اتخاذ إجراءات ضد حزب الله من أجل الحفاظ على استقرار هش في المنطقة بحسب ما عبر عنه الرئيس المصري من القاهرة هاشم مناع اليوم على الحرة